طبعاً لما بتشوف مزايا مستوية قوي او منقاطة بسود كده بتهرب منها وبتقول لا انا عايز المزايا الخضراء او المزايا الصفراء في حين ان دي طعمها احلى بكتير من الموز التاني بس يسيبك من الطعم احنا هنتكلم النهاردة عن فوائد المزايا اللي مليانة نقط صودة اكبر مثال ان انت متاخدش بالمظهر لا في البناء ادمين ولا في الموز لو جبت اي واحد مش فاهم اي حاجة في الدنيا فضائي سألته الموز ده بيديك ايه هيقولك بوتاسيام في حين ان انا جاي اقصلك القصة دي ان الموز بيديك 10% بس من احتياجك اليوم من البوتاسيام كمان انا مش جاي اقولك ان الموز فيه فيتامين سي او فيه مغنيسيا ما اللي هيحسسك بالاسترخاء والمفيد لعضلاتك او فيتامين سي المفيد لمنعتك ولا ان الموز هيديك التريبتوفان اللي هيتحول بعد كده للسراطون او هرمون السعادة اللي هيحسسك بالسعاد السنة جاي اقولك الجديد صبت علميا ان الموز اللي فيه نقاط صودة بالذات دي بتنم ان فيه تركيز عالي جدا من حاجة اسمها تي ان اف او تيومر نيكروزيس فاكتور دي مادة ببساطة شديدة مضادة للسراطنات ده ممكن تلاقي الموزايا صودة كده ومتبهدلة من بره ومليانة نقاط صودة وبتاع بس لو جيت فتحتها هتلاقيها زي العسل انا مش هعمل فيديوهات تانية عن اكل ونصايم ده زولي عارف الشكل الاسفنجي اللي بيبقى فيه الموز من جوه؟ هالك السبونجي ستراكشر بتاع الموز ده اصلا جاي بسبب ان فيه حاجة اسمها سوليبل فايبرز او الياف بتزوب في المياه طب دي فايدتها ايه لصحيطة؟ دي وجده في دراسات ان هي بتساعد فيه تصبيت سكر الدم عندك هيفضل ثابت ومش هيعلى الانسولين بسرعة ولا هتتخن بسرعة هتحسسك بالشبع فترة طويلة فمش هتعط لغة تير وتحسك طول الوقت ان انت جعان اخيرا هتحارب الامساك لو عندك امساك مش عارف تخش الحمام كتير دي هتدخلك الحمام هيتطلع فئة من الناس يقولك لا الموزايا السودة المتبهدلة اللي ملينا موقع السودة دي بتنم ان فيها دود اثبت ما فيهاش اي دود ما فيهاش اي كلام من ده الموزة البيضة اللي بقى فيها دود دي مش بايضة دليل بتفتحها بتلاقيها سكارة من جوه الناس اللي بتعمل دايت بقى مهتمة بصعراتها المزايا فيها مية واثناشر صعرات سناك خفيف وحلو جدا احسن من البسكوت او اي حاجة تانية بتاخدها ما بين الوجبات اللي بيتمرن هو اللي هيقولي قد ايه الموز مفيد وفرق معاه في التمرين ان هو لو اخده قبل التمرين اولا بيسديده وبيديله طاقة بالذات لو نقق المزايا الخضرة اللي مش هترفع انسولين الدم انما لو اخد المزايا المنقطة دي او المزايا الصفرة اللي هي فيها سكر اعلى دي مفيدة ليه بعد التمرين عشان تعالي الانسولين وتعالي معاه العضلات الموز بالذات الموز اللي مليان نقاط صودة ده مليان حاجة اسمها مضادات اكسادة دي مضادات للزهايمر للشيخوخة للالتهابات وللكنسر زي ما قلنا بتمنع وتقلل فرص حدوث امراض القلب والضغط تعرف ان اشرة الموزة نفسها دي لها فايدة بيستخدموها في طبيض الاسنان بيستخدموها في حبوب البشرة بتلمع الصواني او تلمع مثلا البراط بتاع الشاي بيلمعوا بيها ساعات سول الشوز بس دي بدايل او حاجات شعبية كده تعودوا عليها ان هم يستخدموا ليها اشر الموز قلتا ما ساعدت بيها ما فيش اساس علمي بالموضوع ده في النهاية كان معك دكتور محمد اسماعيل قناة كابسول التغذية اعمل فولو لايك وشير تابعني على كل المنصات باسم قناة كابسول التغذية سيب اسئلتك في الكومنتات تقلني على الخاص على المتابعات الانلاين المتابعة بيكون وان تو وان وفيه عرض دلوقتي بمناسبة شهر رمضان لمدة شهر سلام اشتركوا في القناة